أسماء كثيرة عنوين معبرة ألوان ترها أحياناً ذاكنة وأحياناً أخرى زهية لوحات كبيرة صغيرة هو معرض للرسم اختلطت فيه الألوان الزيتية بالحبر الجاف لتكون مئة لوحة للرسم علي كعنيش قسمها إلى قسمين الأول تحت عنوان قيم ذاتك أما الثاني فخواطر الشارد اللوحات اختلفت مواضعها وتعددت أفكارها وعنوينها لكن اتفقت في المرجعية التي اختارها الرسام وهي المرجعية الدينية وقت اللي نمشي أنا مثلاً باش نحب نعرض المعرض انتاعي هذية نمشي لعدة يعني نوادي ثقافية ولا حاجة كهكية وقت تقلم عندي معرض يعني تابع الإسلام أو ذات سيغة إسلامية يقلك هو خط عربي آيات قرآنه فهمتها لكن هذية يبعد على آيات القرآن وهنا مش يحكي على الإنسان مش يحكي على شيء يعني هو مستوحات من نفس مستوحات من نفس الإنسان حكم وقيم أخلاقية يمكن استخلاصها من لوحات المعروضة هذا ما طمح إلى ترسيخه الرسام في ذهن كل من يشاهد عمله مركز يسر على الأخلاق لأن كل شيء يعني إذا غابت للأخلاق يعني والمعرض هذية مركز خاصاً على الأخلاق إذا كان الإنسان ما يكونش متخلق مش يطيح في عدة يعني عدة يعني أشياء اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي موجودة هنا في المعرض وهذه الكلبة زي كما قلنا على يعني الإنسان يزمو يتبع الأخلاق الحميدة اللي وصلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم طرفة هذا المعرض أنه مستوحى من الدين الإسلامي وقد تضمن بذلك رسالة فنية وثقافية تفند المواقف المؤخذة للرسم وتخرج عن كل ما هو تقليدي من خطوط عربية وغيرها وتظهر في صورة جديدة ومخالفة لكن أساسها الإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر